اشتركوا في القناة الاول كان مختلف جدا و احنا و انت شوفنا التناول على السوشيال ميديا في المباراة البعض كان شايف من وجهة نظره ان كان فيه خطأ في التشكيل في بداية المباراة و ريني فيلر صحح اخطائه في الشوط التاني انا بختلف مع وجهة النظر دي انا متفق تماما 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 مع بداية ريني فيلر المباراة ريني فيلر واضح جدا من فلسفته و دي المفروض تكون فلسفة اي مدير فني او نادي او حتى جمير ان انت المباراة عندك تسعين ديئة انت لك في التسعين ديئة اهداف بتحقق على مدار الشوط الاول الشوط التاني نص الشوط الاول بتحدد مدة زمنية كل شوط ده اللي عمله ريني فيلر في ظل المعطاة الموجودة اكيد ما ينفعش ان انت تشوف احمد فتح باك شمال وتستشعر ان ده امر طبيعي لكن لما تشوف المعطيات اللي بدأنا بها المباراة من غياب محمود وحيد للاصابة من غياب ايمن اشرف اللي يقدر يلعب في المركز ده للاقاف من غياب جونيور اجيه للاصابة واحسين الشحات وسبقهم كمان رمضان صبحي فانت هنا بقى عندك مشكلة في المركز بتاع الجناح او الوينجر كان واضح من ريني فيلر في المباراة السابق ان كان قدم معلول بعض الوقت انه يلعب في المركز ده الراجل ده مش بيشتغل عشوائي هو فهم اوي هو هيعمل ايه فبالتالي كان عنده خيار متاح انه يلعب بيه علي معلول وينجر ويلعب باحمد فاتحي باك شمال الى ان يتم انتهاء الشوت الاول وكان واضح انا من وجهة نظري ان الراجل ده كان بيلعب على فكرة انه هو يطلع الشوت لا ولو ما قدرش يسجل هدف فهو يلعب على فكرة التعادل بعض الناس تقولك انت خسرت شوت قدام المقصة انا بتطفق مع وجهة النظر دي لكن انا عندي هلعب بمين وليد سليمان انا محتاج وليد سليمان ينزل يلعب مدة معينة من المقرامش التسعين ديئة فاي يوم افضل العب وليد سليمان وفريق المقصة زهنيا وبدنيا حاضر من بداية المباراة ويف على رجله ولا انزل وليد سليمان الشوت التاني وفريق المقصة او دفاعات المقصة اصابها بعض الاجهاد سواء بقى الزهني او البدني انا وجهة نظري ان وليد سليمان ينزل الشوت التاني افضل الاهم كمان ان انت ما ينفعش تبدأ مباراة تحط كل اسلحتك من بداية المباراة لازم يكون عندك ورقة ربحة على دكة البودلاء منهم كان وليد سليمان وجيرالدو اللي بالمناسبة برضو ما يكونش ينفع عبدالبي المباراة لان اللي موجود رجله في الملعب هو احمد الشيخ تتطفق او تختلف على وجهة نظرك في اداء احمد الشيخ او ايجابياته او سلبياته ولكن هو اللي كانت رجله في المباراة فبالتالي يبقى جيرالدو يلعب مباراة الشوت التاني فالدئة 55 جت زي ما كان مرات بريني فيلر بالزبط لعب بوليد سليمان ولعب بجيرالدو اتزبط الملعب البعض سمى ده تصحيح اخطاء ولكن انا بختلف وبقول ان ده اللي كان ريني فيلر محضر له من قبل المباراة والمهم ان انت قدرت بالتغييرات دي يظهر مستوى النادي الاهلي بشكل ايجابي بدأت تهدد المرمى انت ما كانش عندك اي قرى اون ترجط الشوت الاول لأ عندك محاولات كتير الشوت التاني وحققت هدفين وكان ممكن كمان تحقق اكتر من هدف لو لا رعونة البعض امام المرمى فانا وجهت نظر يا فارس ان الراجل ادار المباراة زي ما هو عايز والشوت الاول ما كانش خطأ الشوت الاول هو متعمد يعمل كده عشان كان خطته في الشوت التاني يلعب بوليد سليمان وجرالدو بص يا احمد جزء من الموضوع ده فنيا كان ليه دلالاته الرقمية وجزء اخر كان دلالاته الرقمية تعبر انه هو سلبي بمعنى ايه ريني فيلر بيفكر في وليد سليمان كلاعب الجهد البدني عنده ما يسمحش بالتسعين دقيقة وانا اسنيد كتير جدا على ريني فيلر في استخدامه لوليد سليمان ولكن المقصة انت كنت هتبدأ معاها المباراة وانت ليدينج انت ماسك المباراة ميدو كان عنده نوع من انواع القلق نتيجة النتاج الاخيرة كان لازم تستغلها ان انت المباراة دي تحديدا ما ينفعش يبقى فيها اجمالي انا بدأت بعلي معلول كجناح غيرت مركزه وكمان ما لعبتش بظاهير ايصر مثلا محمود وحيد لانه هو كان مصاب فدفعت باحمد فتحي تغييرين في مركزين داخل الملعب وكمان وليد سليمان لعب جيد جدا لما بينزل كبديل الفترات الاخيرة بس الملعب ما فيهوش اجايه ما فيهوش حسين الشحات ما فيهوش رمضان صبح فكان في اعتقادي انه من الافضل ان يحدث توازن بين الشطين اللي حصل لو عرضنا الاحصائيات ان كان فيه جاب بين الشوطين يعني ريني فيلر انا متفق جدا انه هو فكر في التفكيرات دي مش بن فيها ولكن هل ده كان الافضل مش معنى كده ان ريني فيلر تعامل مع المباراة بشكل خطأ ولكن السيناريو ده انتج ايه انتج ان احنا طبعا الاستحواز 61% ل39 الشوط الاول كان استحوازك بيقرب من 52% فقط الركنيات 6-3 اغلبهم الشوط التاني التمريرات النادي الاهلي كان حوالي 198 تمريرة فقط في الشوط الاول الاجمالي بتاع التمريرات 468 في الشوط التاني فرق كتير جدا النادي الاهلي ودقة التمريرات 79% اللي اهم لو انتقلنا للمحاولات هنلاقي تسع محاولات ناجحة كلهم يحمد في الشوط التاني بمعنى ان انا صعب جدا افرط في الشوط الاول لدرجة ان احنا اول ربع ساعة تعرضنا الخطر الدقيقة 45 للدقيقة 60 كان فيها محاولتين بس على مرمى انت الشوط الاول بالكامل مفوش ولا محاولة on target انت خرقت نفسك بعيد او خسرت 45 دقيقة فعليا ده شئنا ام ابينا لا يمكن ان ريني فيلر كان عنده افكار قد يكون لها وجهتها في بعض الاشياء ولكن مرضود ده فنيا هو فعليا خسرك 45 دقيقة في عدد المحاولات صعب جدا النادي الاهلي يكون بيواجه اي فريق ونتكلم عن ان 45 دقيقة ملكش محاولة on target ما انا مختلف معاك في دي لان انا قلتلك هو فلسفته ان المورات 2 دقيقة انا ممكن جدا احيد الفريق او الشوط اول بما ان عندي معطوات وظروف مختلفة وهلعب وليد سليمان الشوط تاني بس مش فكرة ان انا ما ينفعش اخرج 45 دقيقة منوال جوزيف في مورات الصفاكسي مع طبعا شتان الفرج بين المنافس اه هو ده بقى انا فاهم لكن في النهاية انت برضو كان فلسفته ان انا عندي شوط اول عايز اطلع بي نتيجة سلبية وابدأ لعب على شوط تاني انت هنا عندك معطيات ان فيه لعيبة مصابين لعيبة مجهدين هيسين الشيحات لعيب اربع مورات وعنده اجهاد في الضمة ما يجد افشى نفس القصة عنده اجهاد فبالتالي انا مش عايز كمان اخسر وليد سليمان اللي هو حاليا هو هداف الفريق بالفعل وعنده خمس اهداف في الدول فانا عشان العب بالشكل ده والعب بوليد سليمان واستفيد بوليد سليمان يبني اعمل ايه انا خلاص ضحيت بشل اول كاتممكن فرصة ديانجا اه طبعا مجهود فاردي وجات وانتو مع المدافع لكاتممكن تطلع برضو متقدم لكن في النهاية انا خلاص مركز ان الوراق تسعين ديان الشوط الاول ايه بقى الشوط التاني المهم انا المعطوات والادوات اللي في ايدي انا استخدمها صح لا انا متفق معاك فعلا اللي بتحفظ عندي فقط بفكرة ان هو عمل ده مع فكرة ان معلول لعب في غير مركزه مع فكرة ان فتحي راح باك شمال فده اللي صعب الامور عليه شوية يعني كثيرا من التفكير اللي فيه فكرة الشترنج هي ممكن في احيانا يكون لها مرضوطها لان كمان يا احمد لو لاحظنا اللي عندنا احصائية بالباين الاستحواز هقولك البديل شيء لحمد فتحي خالص ولعب بعلي معلول باك شمال بقى انت مضطرة تلعب يا بجيرالدو هو ده بقى التوازن ان انت حطيت جيرالدو انت وزنت بين الشوطين يعني كان ما خلتش كل اسلحتك قليل من الاسلحة كان التكفي لان الشوطين يبقى فيهم التزين جيرالدو ما يكملش معاك التسعين دي بنفس الكفاءة لانه غايب بقى له فترة خلاص شلت احمد فتح وحطيت احمد فتح باك مين ولعبت بمعلول في مركزه بعندي ورقة من الاتنين اللي عادين برا الشوط تاني هتلعب التسعين دي ورقة جدا ما تديش المفاول ده وزي قلتلك ممكن فرين مقصة بدل المباراة ذهنيا حاضر بدنيا حاضر طب ليه انا اعمل ده وورط نفسي لما اجي احتاج في اخر الشوط التاني لورقة رابحة تصنع الفرق لو فرد الفرين مقصة محافظة على التعادل وحصل قبل كده تعادلات كتير خلصنا ماتش الحرس في الدهي الاخيرة فبتالي انت مهتاج تكون قوتك افضل في الشوط تاني هي وجهة نظر ووجهة نظرك محتقية أكيد وعلى فكرة بس انا بميل انا ميلت الوجهة نظر نحن نختلف يا جماعة وده اسراء لفكرة مختلفة تماما لان احنا شوفنا من الجمهور قطاع كبير جدا كان شاف ان كان الشوط التاني فيه حلول افضل وقطاع كتير برضو كان عنده فكرة ان الادوات بتساعد احنا هنا فيلر قدر الشوط التاني يعمل تحول جيد جدا في توقيتات التغييرات انت عندك الشوط التاني مع بداية التغييرة اللي بتاعت معلول في دقيقة 28 من الشوط التاني اعقابها الهدف من دقيقة 60 لـ 75 ليك 3 محاولات اخر ربع ساعة ليك 4 محاولات لو عرضنا الخريطة بتاعت نسبة الاستحواز انت تحولت ان انت سيطرت تماما فاكيد احنا بنتكلم على زكاء فيلر في ان هو ادري تدارك الامور ولكن احنا بنوري الناس هل كان في الامكان الشوط الاول افضل من مكان فكرنا معاهم ايه اللي كان ممكن يتعامل الشوط الاول هل في توازن ان كنت بدأت بجيرالدو وقعدت وليد او كنت دفعت بالتنين او زي ما فيلر عمل هل انت كنت متقبل انك تسيب هد تو هد مع فكرة المقصة الشوط الاول ورغم ان كان فيها خطورتها كل دي افكار حبينا نعرضها لكم بشكل مختلف على فكرة سهل جدا احنا نقدم لكم زي ما بيتقال كده في السينما الستيريو تايب احنا طالعين بنكلمكم بالشكل اللي والله يا جماعة احنا اللي اتنين مقتنعين ان احنا مكسرين الدنيا وافضل حاجة لا احنا هنا دايما هنقدم لكم وجهة نظر فنية فيها الديبيت من اشهر البرامج الخاصة بكرة القدم على مستوى العالم دلوقتي برنامج الشهير اللي اسمه الجدل اللي هو بيتكلم في محاور فنية انت مقتنع ان هذا مدرب لبصمته الواضحة ولكن بتناقش الافكار هل ده كان افضل هل كان ده افضل ودايما هنصحبكم في الفكرة دي ان شاء الله باذن الله لا ودايما وجهة النظر دايما ما فيش حاجة صحة مطلق ولا في خطأ مطلق طبيعي انت وكمان ممكن يكون هو حط السيناريو ده للمباراة ولم يوفق في المباراة لكن انا شايف من وجهة نظري اللي تتطفق معها وتختلف معها من خلال المعطيات والادوات اللي في ادينا ان ده كان السيناريو الافضل من ريني فيلر وان ريني فيلر لم يخطئ في وضع التشكيل بقدر ما هو كان مدرك ان هو هيعمل التغييرات دي في الشوت التاني وهيعدل الامور في الملعب طب ده اختلفنا عليه او ممكن يكون فيه وجهات نظر متبينة لكن اكيد الظهور القوي لمحمود متولي سنتطفق عليه مع جمهور الاندقاء لان بالفعل محمود متولي مكسب وبقى عندنا اتنين سنتر باكس رم ربيع في مكانهم دول بيمتعوا الكورة اتنين عندهم كورة كويسة جدا اتنين اه في رأي سنائية العقل عندهم مهارات كويسة جدا عندهم لاب بالكورة بشكل مميز جدا الكورات الطولية بشكل مميز جدا محتاجين فقط عدد مهارات مع بعض عشان يحدث الانسجام بينهم لان احنا تقريبا دي اول مباراة مع بن رم ربيع ومحمود متولي كسنائي كان محمود متولي وياسر ابراهيم في مبارات السوبر وكانت على فكرة سنائية برضو قوية محمود متولي مستو ايه هو ده بقى البحث داخل عقل فيلر وده شيء مهم جدا فيلر يحمد في استخدامه لحمد فتحي كسنتر باك كتير جدا كان عنده تحفظ مع ان احمد فتحي عمل رقم غريب جدا في استخدام فيلر لكسنتر باك 100% في احد المباريات تمريرات صحيحة ده اللي فيلر كان بيفكر فيه التدرج بالكرة ككرة قدم حديثة كل مدرب يعي جيدا كرة القدم الحديثة لازم حيسعى الى ده وفي نفس الوقت حد بيكون بيجيد استخلاص الكرة وعنده المهام الدفاعية لو شفنا ارقام محمود متولي هنلاقي ده كان واضح جدا اللاعب بيقدر يستخلص الكرة 16 مرة كتاني افضل لاعب بعد ديانج وان حضر ديانج في استخلاص الكرة فلا صوت يعلى فوق صوت ديانج في استخلاص الكرة داخل النادي الاهلي ولكن محمود متولي حاول يقارعه 16 مرة فقد الكرة مرة واحدة 88% تمريرات صحيحة 33 تمريرة منهم 29 تمريرة مراوغات الاثنين ناجحتين التمرير الامامي 48% الجانبي 45% 6% فقط تمريرات للخلف وده اللي بيقدمه محمود متولي لفايلر قبل فكرة مركزه انه هو بدأ يخليه انت عندك خيار استراتيجي حيخليك ما تفكرش بقى تجيب فتحي سنتر باك وهيخليك تبدأ تعتمد انك تتدرج بالكورة بشكل صح وده اللي بيعكس ان فيلر عنده ادوات يقدر ينوع منها في المقابل الجميل كمان في محمود متولي انه برضو احد الجوكر موجودين في النادي الاهلي لانه برضو محمود متولي يقدر يلعب في مركز الديفندر بشكل ايجابي جدا وبشكل مماس جدا ويمكن لعبها في الاسماعيلي فترات طويلة جدا لكن بس ايه همسة في اوزم محمود متولي تاكلين كتير داخل منطقة الجزاء ممكن يعرضنا في اي وقت يكون الطايمينج بتاعك مش مزبوط لرقل الجزاء نركز بس في نقطة دي لان هي دي السلبية الوحيدة اللي من وجهة نظري تأخذ عليك خلال التسعين تأخذ نقطة دونيقائي